السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يخفى على أحد أن محاصلة المهرة في الأيام القريبة فقدت قامة وطنية وأدبية وشيخ عرف ورجل سياسة الشيخ محسن علي ياسر رحمة الله عليه فأتمنى من الجميع الترحم عليه في هذا اليوم الفضيل وأتشرف بتدوين بتسجيل رائعة من رواع الفقيد محسن علي ياسر رحمة الله عليه القامة الأدبية قصيدة قديمة تتكلم عن الوحدة اليمنية وتصحيح مسارها لإنصاف أبناء المهرة من قبل المشروع الوحدة والقصيدة هذه أكثر من 70 بيت لكن هذا الموجود منها يشرفني أنا أوثق لكم يقول بن ياسر بلغ البو أحمد تحية وافية من شاعر الوحدة مع أزكى سلام في طي خطي والشروح يقول بن ياسر بلغ البو أحمد تحية وافية من شاعر الوحدة مع أزكى سلام في طي خطي والشروح وافية مني ولا حاجة هي Lindsay كثر الكلام هو الذي عنده إجابة شافية للسائل الحاير ودي ينشد علام من جور ما لا قافية مني ولا حاجة إلى كثر الكلام هو الذي عنده إجابة شافية للسائل الحاير ودي ينشد علام من جور ما لاقى ولا شي خافية تخفى على حاله وضره والسقام ما أحد مداوي ذي يرد العافية غير الإله المعتلي رب الأنام نعم لاقى ولا شي خافية تخفى على حاله وطره والسقام ما حد مداوي ذي يرد العافية غير الإله المعتلي رب الأنام نعم العشيرة والقلوب الدافية أنتم وقجينا وحلينا كرام في وسط صنعة عقب دار الصافية نأكل ونشرب أو نخزن أو ننام العشيرة والقلوب الدافية أنتم وقجينا وحلينا كرام في وسط صنعة عقب دار الصافية نأكل ونشرب أو نخزن أو ننام أما الهواجس والشجون الطاقية قدها رفيق الدربنا عشرين عام وحنا صبرنا واحتملنا العانية في كل مرة برقها شق الغمام كل النوازل والخطوب النابية قد علمت أطفالنا معنى الفطام مهرة قضاعة والنجود العالية تهدي إليك محبها والاحترام مش قاصها والغرب لما البادية ماهي شراكها أو حصص للإقدسام حاموا عليها في السنين الخالية أجداد إليك محبها والاحترام مش قاصها والغرب لما البادية ماهي شراكها أو حصص للإقدسام حاموا عليها في السنين الخالية أجدادنا واحفادهم زامن بزام ضد المطامع والطروش الغازية وعلى ثراها استشهد الشيخ الهمام لا حكم لا دولة قفاها مراكية وحفادهم زامن بزام رد المطامع والطروش الغازية وعلى ثراها استشهد الشيخ الهمام لا حكم لا دولة قفاها مراكية كانت ولا قوة لحاكم أو إمام وتخبروا ذيك الجمال الباقية والنوك في كل المعاطن والأكام كم وردوها من موارد صافية كانت ولا قوة لحاكم أو إمام وتخبروا ذيك الجمال الباقية والنوك في كل المعاطن والأكام كم وردوها من موارد صافية ذات الشدادة والوسامة والخزام مهرية الدحقة شموس الناصية مسراح حاميت ومضواها شبام كم غربت كم شرقت متصابية ذات الشدادة والوسامة والخزام مهرية الدحقة شموس الناصية مسراح حاميت ومضواها شبام كم غربت كم شرقت متصابية تطوي المسافات البعيدات العظام دجلة وردناها أو كانت قاصية ندفه ركايبنا عيوفات الخطام تطوي المسافات البعيدات العظام دجلة وردناها أو كانت قاصية ندفه ركايبنا عيوفات الخطام والنيل في عصر الفتوح الزاهية كم وردوها قوم مهرة في الزحام واليوم في حوصب وعيدا باكية والحاشية المفروض يذرفها سجام وشحان تلبث فوق فجة دانية حبروت والوادي ونبعه والخيام ما غيرت قيعانها المثرامية أطرافها أو بدلت لون الرقام والنيل في عصر الفتوح الزاهية كم وردوها قوم مهرة في الزحام واليوم في حوصب وعيدا باكية والحاشية المفروض يذرفها سجام وآهل البطون الطاوية بالعز والماء واللبن فضل الطعام ما هي معايش قاصرة أو كافية لكن مضايم ما تقبلها مضام مهما شرب وشحان تلبث فوق فجة دانية حبروت والوادي ونبعه والخيام ما غيرت قيعانها المثرامية أطرافها أو بدلت لون الرقام أو بدلتها من خماج الجابية مثل الديابة والنمارة والهوام عاد السواقي والعتوم الجارية بات ابترح من تحت أطباق الركام أمسيت قاهت وقدلوا أهل البطون الطاوية بالعز والماء واللبن فضل الطعام ما هي معايش قاصرة أو كافية لكن مضايم ما تقبلها مضام مهما شرب والعيون الغافية حولي تداعبها الخيالات القدام يا حر كبدي من لهي بن لاصية جمره وقيده نارها تضرم ضرام من فعل ديابة من خماج الجابية مثل الديابة والنمارة والهوام عاد السواقي والعتوم الجارية بات ابترح من تحت أطباق الركام أمسيت قاهت يبقي يزف الحالية للعاشق المغرم بها أقصى غرام زفه رخيصة ما لها من تالية سكته وخلصه تحت أستار الضرام والعيون الغافية حولي تداعبها الخيالات القدام يا حر كبدي من لهي بن لاصية جمره وقيده نارها تضرم ضرام من فعل دي يبقي يزف الحالية للعاشق المغرم بها أقصى غرام زفه رخيصة ما لها من تالية سكته وخلصه تحت أستار الضرام ذات المحاسن والخدود النابية والمبسم اللماع من تحت الوشام من حوف موطنها السهوب الراوية ما حد كماها من رشيقات القوام ذات المحاسن والخدود النابية والمبسم اللماع من تحت الوشام من حوف موطنها السهوب الراوية ما حد كماها من رشيقات القوام بنت الأكارم والأسود الضارية قصدة يزوجها وينكحها حرام لا عقد لا قاضي ولا هجازية طفلة صبية شلها عصف القتام بنت الأكارم والأسود الضارية قصده يزوجها وينكحها حرام لا عقد لا قاضي ولا هجازية طفلة صبية شلها عصف القتام أمست رهينة مستغيثة ذاوية خلف الشباك المستديرات الحزام ماشي عجب بعد الحروب العافية الله يسلم يا مسلم أمست رهينة مستغيثة ذاوية خلف الشباك المستديرات الحزام ماشي عجب بعد الحروب العافية الله يسلم يا مسلم يا سلام عشنا وشفناها الحلوم الواهية مثل السرابات الخدوعة للسوام مبلغ وفانة للرؤوم الحامية دفع المهانة يا سلام عشنا وشفناها الحلوم الواهية مثل السرابات الخدوعة للسوام مبلغ وفانة للرؤوم الحامية دفع المهانة بالتكاليف الجسام من خانها يصلى جهنم حامية في عيشة الحاضر وفي يوم القيام والآن يا هاجس دفوق القافية هات الشوارد ذي بهاء هام الهيام اذلح وسافر في البحور الطامية وادفع شراع الساعية نحو الأمام ماشي سواعي واقفة أو راسية والريح حبت ذي تبلغك المرام هذه الهمومة الرايحة والغادية تسكن والآن يا هاجس دفوق القافية هات الشوارد ذي بهاء هام الهيام اذلح وسافر في البحور الطامية وادفع شراع الساعات المنامث للمدام حبرك تجاوز هالأمور العاتية قد تقعد الدنيا وفي لحظة تقام وانتهى على محمل عظيم القارية ساعية نحو الأمام ماشي سواعي واقفة أو راسية والريح حبت ذي تبلغك المرام هذه الهمومة الرايحة والغادية تسكن والنوخذة يعرف مطالعها تمام من با يوجهها مطالع ثانية والبندر المقصود تعرفها العوام وإحنا العواصف والرياح العاتية بعصارات المنامث للمدام حبرك تجاوز هالأمور العاتية قد تقعد الدنيا وفي لحظة تقام وانتهى على محمل عظيم القارية نعرف نواجهها بقوة والتحام والصبح فالك والحقايق عارية يأدي تباهى حولنا دائم قيام حاشة على مولى الصفات العائلة والنوخذة يعرف مطالعها تمام من با يوجهها مطالع ثانية والبندر المقصود تعرفها العوام وإحنا العواصف والرياح العاتية يسمع بناء بعض الخفافيش الطغام والحيد جالح وبظروف القاسية كم عانقت أهل المروة والذمام نعرف نواجهها بقوة والتحام والصبح فالك والحقايق عارية يأدي تباهى حولنا دائم قيام حاشة على مولى الصفات العالية يسمع بناء بعض الخفافيش الطغام والحيد جالح وبظروف القاسية كم عانقت أهل المروة والذمام والمائلة ما ترتضيها ناحية من أرضنا رغم التشرد والملام لابد من ساعة قريبها آتية نرجع بها أخوه وفي أحسن ويام من راس صرفية الضليلة لابية لا غرب صعدة أرض ويلها ويام في ظل وحده والبلاد الغالية وحده يمان والمائلة ما ترتضيها ناحية من أرضنا رغم التشرد والملام لابد من ساعة قريبها آتية نرجع بها أخوه وفي نية نشدناها دوام فيها الكرامة والكفف متساوية ميزانها عادل كما حد الحسام تسجع لها كل الطيور الشادية في كل أحسن ويام من راس صرفية الضليلة لابية لا غرب صعدة أرض ويلها ويام في ظل وحده والبلاد الغالية وحده يمان الأعشاش البلابل والحمام والعفو يا أهل القلوب السالية هذه بلادي عشقها من عهد سام حل الجوانح وامتطاها نية نشدناها دوام فيها الكرامة والكفف متساوية ميزانها عادل كما حد الحسام تسجع لها كل الطيور الشادية في كل أراضية له سلمت في قودها كل الزمام يا أبو حمد هذا العلم عسارية من يرفع غيرك إلى أعلى مقام أنت هو أصل أعشاش البلابل والحمام والعفو يا أهل القلوب السالية هذه بلادي عشقها من عهد سام حل الجوانح وامتطاها صناف الرجال الوافية باتبلغوا بالعز إنجاز المهام واصل خطاك الواثقات البانية والشعب خلفك يمنحك أغلى وسام راضية له سلمت في قودها كل الزمام يا أبو حمد هذا العلم عسارية من يرفع غيرك إلى أعلى مقام أنت هو أصناف الرجال الوافية باتبلغوا بالعز إنجاز المهام واصل خطاك الواثقات البانية والشعب خلفك يمنحك أغلى وسام حبه وتقديره وما في الفانية دمه وما يملك إلى آخر حطام حقق لنا وحده منيعة واقية تحفظ عمد حبه وتقديره وما في الفانية دمه وما يملك إلى آخر حطام حقق لنا وحده منيعة واقية تحفظ عرانة الواحدة دون انفصام تبعث حضارات العهود الماضية تنضي بنانح والسعادة والسلام نلحق بها ركب الحياة الماشية عرانة الواحدة دون انفصام تبعث حضارات العهود الماضية تنضي بنانح والسعادة والسلام نلحق بها ركب الحياة الماشية صوب التطور والتقدم والنظام والخاتم صلو عد نفح الكاذية وعداد أنفاس الأزاهر والخزام وعداد ما تمضي النجوم صوب التطور والتقدم والنظام والخاتم صلو عد نفح الكاذية وعداد أنفاس الأزاهر والخزام وعداد ما تمضي النجوم السارية وعداد من صلة ومن زكة وصام تبلغ إلى الهادي النبي والحاشية خير البراية والخلايق والأنام نرجو من السارية وعداد من صلة ومن زكة وصام تبلغ إلى الهادي النبي والحاشية خير البراية والخلايق والأنام نرجو وشفاعتها من هار الغاشية والستر في الدنيا مع حسن الختام اللهم أمين ورحم الله الفقيد محسن علي ياسر وشفاعتها من هار الغاشية والستر في الدنيا مع حسن الختام اللهم أمين ورحم الله الفقيد محسن علي ياسر اشتركوا في القناة